بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني عشر القسم العلمي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات دروس الرياضيات وسنكمل الآن ما تم عرضه من حساب نهاية الدالة عندما سين تسعى إلى مال نهاية أو سين تسعى إلى سالب مال نهاية فاصل ونواصل أعزائي طلبة الصف الثاني عشر أهلا بكم من جديد في عرض درس نهاية الدالة دالسين عندما سين تسعى إلى مال نهاية أو سين تسعى إلى سالب مال نهاية ونستعرض نظرية تسعة إذا كان نون عددا صحيحا موجبا وزوجيا فأن نهاية واحد على سين ناقص ألف أسنون عندما سين تقترب من الألف تساوي مال نهاية دقق معي عزيز الطالب في صيغة هذه النظرية لحساب نهاية الدالة بالصورة واحد على سين ناقص ألف أسنون حيث سين تسعى إلى ألف وألف يمثل صفرا للمقاب دقق معي عزيز الطالب عند نون العدد النسب الصحيح الموجب عندما يكون عددا زوجيا فإن النهاية لهذه الدالة واحد على سين ناقص ألف أسنون عندما سين تقترب من الألف تساوي مال نهاية ثانيا إذا كان نون عددا صحيحا موجبا وفرديا فإن نهاية واحد على سين ناقص ألف أسنون حيث سين تقترب من ألف من جهة اليمين تساوي مال نهاية وعندما سين تقترب من ألف من جهة اليسار فإن نهاية واحد على سين ناقص ألف أسنون تساوي سالب مال نهاية إذن ركز معي عزيز الطالب عند العدد الصحيح الموجب نون عندما يكون عددا زوجيا فإن نهاية واحد على سين ناقص ألف أسنون حيث سين تقترب من الألف تساوي ما لا نهاية أما عندما يكون نون عددا فرديا فإنه يعتمد هنا في حساب النهاية عندما سين تقترب من ألف من جهة اليمين فإن النهاية لواحد على سين ناقص ألف أسنون تساوي ما لا نهاية وعندما سين تقترب من ألف من جهة اليسار فأن نهاية واحد على سين ناقص ألف أسنون تساوي سالب ما لا نهاية دقق معي عزيز الطالب عند طلب نهاية واحد على سين ناقص ألف أسنون ونون عددا فرديا والسين تقترب من ألف ولم يحدد أي اتجاه هل تكون النهاية موجودة؟ ليه؟ نحل هذه الأمثلة ونستيقن ما تم التوصل إلي نهاية واحد على سين ناقص ثلاثة أس ثمانية حيث سين تقترب من العدد ثلاثة دقق معي عزيز الطالب لشروط النظرية شرطين إذا تحقق الشرط الأول سين تسعى إلى ألف وألف يمثل صفرا للمقام إذن نذهب إلى الشرط الثاني وهو الأس لاحظ معي عزيز الطالب العدد ثمانية عددا زوجيا ومنه نص صريح أن نهاية واحد على سين ناقص ثلاثة أس ثمانية حيث سين تقترب من العدد ثلاثة تساوي ما لا نهاية ولحساب نهاية واحد على سين زائد اثنين أس خمسة حيث سين تقترب من سالب اثنين من جهة اليمين دقيق معي عزيز الطالب سين تقترب من السالب الثاني وهو يمثل صفراً للمقام هذا الشرط الأول الشرط الثاني الأس عدداً فردياً إذا لابد من تحديد جهة النهاية نهاية سين تسعى إلى السالب ما لا نهاية من جهة اليمين أو من جهة اليسار وهنا النهاية المطلوبة عندما سين تقترب من العدد سالب الثاني من جهة اليمين ومنه النظرية تسعة تحدد أن ناتج هذه النهاية للدالة واحد على سين زائد اثنين أس خمسة عندما سين تقترب من السالب الثاني من جهة اليمين تساوي ما لا نهاية احسب نهاية واحد على سين زائد اثنين عندما أس خمسة عندما سين تقترب من السالب الثاني من جهة اليسار وبتطبيق مباشر لنظرية 9 نجد أن ناتج النهاية يساوي سالب ما لا نهاية نظرية 10 نهاية دالسين تساوي ما لا نهاية عندما سين تقترب من العدد ألف إذا وفقط إذا نهاية دالسين عندما سين تقترب من ألف من جهة اليمين تساوي ما لا نهاية ونهاية دالسين عندما سين تقترب من ألف من جهة اليسار تساوي ما لا نهاية دقق معي عزيز الطالب إذا وفقط إذا سهم ذو اتجاهين إذا تحقق الشرط الأيمن أو الطرف الأيمن أن تكون نهاية دالسين عندما سين تقترب من الألف تساوي ما لا نهاية فأنه يؤدي إلى الطرف الأيسر أن تكون نهاية دالسين عندما سين تقترب من ألف من جهة اليمين تساوي ما لا نهاية ونهاية دالسين عندما سين تقترب من ألف من جهة اليسار تساوي أيضا ما لا نهاية وبالمثل عند تحقق الطرف الأيسر فإنه يؤدي إلى الطرف الأيمن أي أن إذا كانت نهاية دالسين عندما سين تقترب من ألف من جهة اليمين تساوي ما لا نهاية ونهاية دالسين عندما سين تقترب من ألف من جهة اليسار تساوي ما لا نهاية إذن لابد أن تكون نهاية الدالة دالسين عندما سين تقترب من الألف تساوي ما لا نهاية نكمل نظرية عشرة نهاية دالسين عندما سين تقترب من ألف تساوي سالب مالا نهاية إذا وفقط إذا كانت نهاية دالسين عندما سين تقترب من ألف من جهة اليمين تساوي سالب مالا نهاية ونهاية دالسين عندما سين تقترب من ألف من جهة اليسار تساوي سالب مالا نهاية بالمثل كلمة إذا وفقط إذا تعني سهم ذو اتجاهين أي أن الطرف الأيمن يؤدي إلى الطرف الأيسر والطرف الأيسر يؤدي إلى الطرف الأيمن بمعنى إذا كانت نهاية الدالة دالسين عندما سين تقترب من الألف تساوي سالب ما لا نهاية فهذا يؤدي إلى أن نهاية الدالة دالسين عندما سين تقترب من ألف من جهة اليمين تساوي ما لا نهاية ونهاية الدالة دالسين عندما سين تقترب من ألف من جهة اليسار تساوي سالب ما لا نهاية وبالمثل إذا كانت نهاية الدالة دالسين عندما سين تقترب من ألف من جهة اليمين تساوي سالب ما لا نهاية ونهاية الدالة دالسين عندما سين تقترب من ألف من جهة اليسار تساوي سالب ما لا نهاية فإنه يكون نهاية الدالة دالسين عندما سين تقترب من الألف تساوي سالب ما لا نهاية ولنأخذ الآن بعض الأمثلة التوضيحية على تطبيق لنظرية 9 أوجد نهاية الدالة 1 على مطلق سين ناقص 2 عندما سين تقترب من 2 لاحظ معي عزيز الطالب نريد أن نحسب نهاية لدالة تحوي مطلق لا بد من إعادة تعريف المطلق مطلق سين ناقص 2 يساوي سين ناقص 2 عندما سين أكبر منه تساوي 2 ويساوي سالب سين ناقص 2 عندما سين أقل من 2 ومنه الدالة النسبية 1 على مطلق سين ناقص 2 تساوي 1 على سين ناقص 2 في الفترة سين أكبر من 2 وعندما سين أقل من 2 سالب 1 على سين ناقص 2 ولحساب نهاية الدالة النسبية عندما سين تقترب من أثنين من جهة اليمين بعادة تعريف المطلق نختار الدالة المناسبة في يمين العدد أثنين إذن نهاية واحد على سين ناقص أثنين عندما سين تقترب من أثنين من جهة اليمين وناتج النهاية بتطبيق نظرية تسعة يساوي ما لا نهاية لإيجاد نهاية الدالة النسبية واحد على مطلق سين ناقص أثنين عندما سين تقترب من أثنين من جهة اليسار أعدنا فيما سبق تعريف مطلق سين ناقص أثنين في يسار العدد أثنين نختار الدالة المناسبة في يسار العدد أثنين وهي سالب سين ناقص أثنين إذن الدالة في الصورة ستكون نهاية سالب واحد على سين ناقص أثنين حيث سين تقترب من أثنين من جهة اليسار ومنه ستكون النهاية بالصورة نهاية سالب 1 حيث سين تقترب من 2 من جهة اليسار ضرب نهاية 1 على سين ناقص 2 حيث سين تقترب من 2 من جهة اليسار نهاية العدد الثابت سالب 1 حيث سين تقترب من 2 من جهة اليسار تساوي سالب 1 ضرب لحساب نهاية هذه الدالة 1 على سين ناقص 2 وسين تقترب من صفر المقام لاحظ معي عزيز الطالب تطبيق مباشر لنظرية 9 الأس فردي أولا سين تقترب من 2 وهو صفر للمقام ثانيا الأس فردي ومنه سين تقترب من جهة اليسار إذن النهاية في هذه الحالة تساوي سالب ما لا نهاية سالب ما لا نهاية إذا ضربت في عدد سالب من التعميم السابق الإجابة ستكون ما لا نهاية ركز معي عزيز الطالب النهاية للدالة 1 على مطلق سين زائد ناقص 2 عندما سين تقترب من 2 من جهة اليمين تساوي ما لا نهاية ونهاية مطلق سين ناقص 2 عندما سين تقترب من 2 من جهة اليسار تساوي ما لا نهاية بما أن نهاية الدالة 1 على مطلق سين ناقص 2 عندما سين تقترب من اثنين من جهة اليمين تساوي نهاية واحد على مطلق سين ناقص اثنين عندما سين تقترب من اثنين من جهة اليسار إذن نهاية الدالة واحد على مطلق سين ناقص اثنين تكون موجودة وتساوي ما لا نهاية والآن سنتابع عزيز الطالب الصيغ غير المعينة نحتاج أحيانا لحساب نهاية الدالة دال سين على هاء سين حيث سين تقترب من الألف ونحصل على صيغة غير معينة ما المقصود بالصيغة غير معينة وكيف نحصل عليها وما طريقة إيجاد النهاية للدوال التي تكون بالصيغة غير المعين نهاية دال سين عندما سين تقترب من الألف تساوي صفر وإذا كانت نهاية هاء سين عندما سين تقترب من الألف تساوي صفر فلحساب نهاية الدالة دال سين على هاء سين عندما سين تقترب من الألف سيكون صفر على صفر وهي صيغة غير معينة إذن عندما تكون نهاية الدالة دال سين عندما سين تقترب من الألف تساوي صفر ونهاية الدالة هاء سين عندما سين تقترب من الألف تساوي صفر فلحساب النهاية لدال سين على هاء سين عندما سين تقتربنا الألف سيكون صفر على صفر وهي صيغة غير معينة كذلك هناك صيغة أخرى غير معينة عندما تكون الدال لنهايتها نهاية دال سين عندما سين تقتربنا الألف تساوي ما لا نهاية ونهاية هاء سين عندما سين تقتربنا الألف تساوي ما لا نهاية وعند إيجاد نهاية دال سين على هاء سين عندما سين تقتربنا الألف تساوي ما لا نهاية على ما لا نهاية وهي صورة أخرى للصيغ غير المعين كذلك عند إيجاد نهاية دال سين زائد أو ناقص هاء سين حيث سين تقتربنا الألف تساوي ما لا نهاية زائد أو ناقص ما لا نهاية وتكون في هذه الصورة أيضا الصيغة غير معينة كيف يمكن إيجاد النهاية لدالة تكون بهذه الصورة صفر على صفر أو ما لا نهاية على ما لا نهاية أو ما لا نهاية ناقص أو زائد ما لا نهاية نستعرض معا هذا المثال احسب نهاية الدالة النسبية سين تربيع ناقص واحد على سين ناقص واحد عندما سين تقترب من الواحد تعودنا فيما سبق لحساب نهاية أي دالة نسبية نوجد نهاية دالة المقام أولا والمفروض أنها لا تساوي صفر ومن ثم نحسب نهاية دالة البص نطبق هذه الخطوات عند حساب نهاية دالة المقام نهاية سين ناقص واحد عندما سين تقترب من الواحد تساوي صفر وعند حساب نهاية دالة البص سين تربيع ناقص واحد عندما سين تقترب من الواحد بالتعويض تساوي صفر إذن نهاية هذا المقدار يساوي صفر على صفر وهي صيغة غير معينة ولإيجاد النهاية في هذه الحالة لا بد من تغيير صورة الدالة النسبية وهناك عدة طرق للتغيير أول مثال سنستعرض من خلاله أسلوب التحليل إذن ننظر إلى السؤال الذي أمامي نجد أن سن تربيع ناقص واحد هي عبارة عن فرق بين مربعين إذن بتحليل هذا المقدار سن تربيع ناقص واحد إلى حاصل ضرب سن زائد واحد في سن ناقص واحد على سن ناقص واحد حيث سن تقترب من العدد واحد نلاحظ معي عزيز الطالب المشكلة تكمن في وجود صفرا في المقام عندما سن تقترب من العدد واحد سن ناقص واحد تساوي صفر وإنما بإجراء عملية التحليل والاختصار فإننا تخلصنا من هذا المعامل الصفري ومنه نهاية سين زائد واحد حيث سين تقتربنا الواحد بشرط أن سين لا تساوي العدد واحد وبحساب مباشر لهذه النهاية الناتج يساوي اثنان مثال آخر احسب نهاية الدالة مطلق سين على سين حيث سين تقترب من الصفر من جهة اليمين إن وجدت تذكر معي عزيز الطالب لحساب نهاية الدالة عندما تحوي رمز المطلق لا بد من إعادة تعريف المطلق مطلق سين عندما سين أكبر من أو تساوي الصفر يساوي سين وعندما سين أصغر من الصفر تساوي سالب سين لاحظ معي عزيز الطالب المطلوب إيجاد النهاية لهذه الدالة عندما سين تقترب من الصفر من جهة اليمين في يمين العدد صفر دالة مطلق سين تساوي سين إذن بالتعويض نهاية سين على سين حيث سين تقترب من الصفر من جهة اليمين دقق معي عزيز الطالب عند حساب النهاية لدالة المقام عندما سين تقترب من الصفر من جهة اليمين تساوي صفر ونهاية الدالة سين عندما سين تقترب من الصفر من جهة اليمين تساوي صفر إذن صفر على صفر صيغة غير معينة لابد من تغيير صورة هذه الدالة وأحد أساليب التغيير وهو الإختصار والتبسيط ومنه نهاية سين على سين هي نهاية واحد عندما سين تقترب من الصفر من جهة اليمين حيث سين لا تساوي الصفر الناتج سيكون واحد إذن في حالة الصيغة غير المعينة هناك طرق وأساليب للتغيير صورة الدالة ومنه يمكن حساب هذه النهاية نهاية مطلق سين على سين عندما سين تقترب من الصفر من جهة اليسار أعدنا تعريف مطلق سين ووجدنا أنه عندما سين تقترب من الصفر من جهة اليسار فأن مطلق سين تساوي سالب سين بالتعويض نهاية سالب سين على سين عندما سين تقترب من الصفر من جهة اليسار وأيضا عند الاختصار حيث سين لا تساوي صفر فأن النهاية تساوي سالب واحد وبما أن نهاية مطلق سين على سين عندما سين تقترب من الصفر من جهة اليمين لا تساوي نهاية مطلق سين على سين عندما سين تقترب من الصفر من جهة اليسار فيمكن القول بأنه نهاية مطلق سين على سين عندما سين تقترب من الصفر غير موجودة ونتابع معا حل هذه الأمثلة في الصية غير المعينة احسب نهاية 2 ناقص جذر سين على سين ناقص 4 حيث سين تقترب من العدد 4 ونتابع الخطوات معا نحسب نهاية دالة المقام نهاية سين ناقص 4 عندما سين تقترب من العدد 4 يساوي صفر نهاية دالة البسط نهاية 2 ناقص جذر سين عندما سين تقترب من العدد 4 يساوي صفر إذن صفر على صفر الصيغة غير معينة ومنه لابد من التفكير في طريقة لتغيير أسلوب الدالة الاختصار التحليل أحد الأساليب أيضا الضرب في المرافق أسلوب آخر للتبصيد ويمكن أن يحل السؤال بأكثر من طريقة عزيز الطالب وإنما نحاول قدر الإمكان أن نغطي أكبر عدد ممكن من هذه الأفكار إذن بضرب المرافق للمقدار 2 ناقص جذر سين تذكر مرافق هذا المقدار عزيز الطالب تم أخذه في سنوات سابقة ومنه نهاية 2 ناقص جذر سين على سين ناقص 4 حيث سين تقترب من العدد 4 بالضرب في المرافق لاحظ معي عزيز الطالب هنا سنحتاج إلى الضرب في المرافق تذكر معي متى نستخدم حالة الضرب في المرافق عندما يكون المقدار والحدانية بالصورة ألف ناقص جذر باء أو جذر ألف ناقص باء أو جذر ألف ناقص جذر باء ومنه في هذه الحالة سنحتاج إلى الضرب في المرافق لتغيير صورة الدالة وذلك للتخلص من هذا المقام الذي يسبب لي صفرا في المقام عندما سين تقترب من العدد 4 إذن بضرب البسط والمقام في مرافق البسط وهو 2 زاء جذر سين بضرب البسط والمقام في مرافق البسط وهو 2 زاء جذر سين لاحظ معي عزيزي الطالب عند ضرب مقداران مترافقان الناتج سيكون مربع الأول ناقص مربع الثاني ومنه نهاية 4 ناقص سين على حاصل ضرب سين ناقص 4 في القوس 2 زاء جذر سين حيث سين تقترب من العدد 4 دقق معي عزيزي الطالب هناك علاقة بين 4 ناقص سين وسين ناقص 4 وإنما يمكن تقيير الحدين وذلك باستخراج سالب عامل مشترك من العدد سالب 1 نخرج عامل مشترك ومنه سالب 1 في سين ناقص 4 وهنا في المقام المقدار سين ناقص 4 تختصر مع الحدانية سين ناقص 4 فتصبح الدالة بصورة أخرى وهي سالب 1 على 2 زاء جذر سين وبحساب النهاية لهذه الدالة النسبية حيث سين تقترب من الأربعة نحسب نهاية المقام على حدة نهاية 2 زاء جذر سين حيث سين تقترب من العدد 4 لاحظ معي نهاية الأثنين موجودة وتساوي أثنين نهاية جذر سين عندما سين تقترب من الأربعة تم أخذها في نظريات سابقة وتساوي أثنين أثنين زاء أثنين تساوي أربعة وهو عددا غير صفريا لأنه في المقام إذن نوزع النهاية على البسط وعلى المقام نهاية سالب 1 حيث سين تقترب من العدد أربعة على نهاية المقام أثنين زاء جذر سين حيث سين تقترب من الأربعة نهاية السالب 1 عندما سين تقترب من الأربعة يساوي سالب 1 وتم حساب نهاية المقام أربعة إذن الناتج في النهاية يساوي سالب ربع ونستعرض معاً عزيز الطالب مثال آخر على الصيق غير المعينة احسب نهاية سين ناقص واحد ناقص واحد على سين ناقص واحد حيث سين تقترب من الواحد من جهة اليمين عند حساب النهاية لهذه الدالة وهي فرق بين دالتين نحاول أن نحسب نهاية كل دالة على حدة نهاية الدالة الأولى عندما سين تقترب من الواحد من جهة اليمين نحسب أولاً نهاية المقام نهاية سين ناقص واحد عندما سين تقترب من الواحد من جهة اليمين تساوي صفر ونهاية البسط وهي سين عندما سين تقترب من واحد من جهة اليمين تساوي واحد واحد على صفر هي ما لا نهاية ناقص بالمثل نحسب نهاية الدالة الأخرى نهاية المقام سين ناقص واحد عندما سين تقترب من الواحد من جهة اليمين وتساوي صفر نهاية البسط واحد واحد على صفر ما لا نهاية إذن هنا يمكن إيجاد النهاية لهذه الدالة وهي بصيغة غير معينة ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية ونفكر معا في كيفية إيجاد هذه النهاية وتغيير صورة الدالة أخذنا عدة طرق للتغيير وهذه الطريقة هنا لا بد من إيجاد ناتج الجمع أو الطرح للدالة لاحظ معي عزيز الطالب المقداران نسبيان ومنه يمكن وضع الدالة بالصورة سين ناقص واحد على سين ناقص واحد ومنه نهاية الدالة سين على سين ناقص واحد ناقص واحد على سين ناقص واحد ستكتب بالصورة سين ناقص واحد على سين ناقص واحد وبعد الاختصار ستكون نهاية واحد عندما سين تقتربنا الواحد من جهة اليمين حيث سين لا تساوي واحد هي واحد وفي النهاية عزيز الطالب لا يسعني إلا أن أكون ممتنة لمتابعتكم وأتمنى أن تكونوا قد قضيتم وقتا ممتعا في درس من دروس الرياضيات شكرا للمتابعة وأتمنى أن ألقاكم في حلقة من حلقات دروسنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وشكرا اشتركوا في القناة